موسيقى يقول الرسول بولوس جاء المسيح إلى العالم لكي يخلص خطاط الذين أولهم أنا جاء المسيح حتى يخلص الإنسان من الخطايا الذي يفعلها لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بازل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية جاء لكي يعطيك حياة أبدية هاي المسيح الأول مجيح للخلاص مجيح ليخلص الإنسان لكن الرب عنده مجيح تاني سوف يأتي على السحاب ليخطف المؤمنين ليخطف الكنيسة إذا أنت مش مسلم حياتك للرب لن تكون مع المسيح سوف يكون نصيبك في جهنم النار حيث هناك البكاء وصري الأسنان بنعمة الرب في هيدا الوقت خد موقف وسلم حياتك للرب قل له يا رب يسوع ارحمني أنا إنسان خاطئ وأنا بسلمك قلبي لا إلك مثلا الخير مشاهدين الكرام بحلقة جديدة من برنامج من أنت اليوم ضيفنا عزيز على قلبي وصديق وهلأ متعرف علي أكثر وأكثر من أنت؟ أول شي مثلا نور حبيب خير لألك ولجميع المستمعين يعني اسمي محمد علي الحاج من قرية بجبل عامل اسمها شحور خلاقة الربية بمنطقة راس النبع بيروت بخطوط تماث يعني أنا كاتب شي من مذكرات مشروع يعني مذكرات ببتدقها بقول ولدته في السنة الثانية للحرب اللبنانية يعني بدل ما قول السبع وسبعين للحرب الثانية بمعنى آخر عم حبقول أنه نشأنا وربينا بجو كنا ضعاف كتير مأسورين لقلو حس ما فينا نعمل شي الناس عم تقتل بعضها ونحنا مش عارفينين ليش بك أعمار يعني يعني انشأنا وربينا لواحد يمكن في يقول ست سبعة ثمانية سنين عمره ما عارفين ليش الناس عم تقل ليش هالصواريخ عم تنزل من الشرقية ومن الغربية ونحنا كنا على خطوط التماس يعني ثم انت ثبت للدراسة الدينية بوقت مبكر يعني كم واحد بالبيت كنتو؟ نحن سبع أشقاء نعم ووالدي ووالدتي طبعا والدتي بسنة الثمانية وثمانين استشهدت بقضيفي اجت من المنطقة الشرقية وايضا اني كنا عمري 11 سنة اصيبت قضي من اليسرى بها الصاروخ هذا الحمد لله على السلام يعني كنت والدتي في متر بيني وبينها فقط متر أصابها لقلها بصدرها شخصية كبيرة هل بعدها بتجعل هذا الموضوع؟ استشهدت مبشرة على الفور أمامي يعني أمام عيوني أنا أصيبت قدم اليسرى بجرح طفيف يعني طبعا وكان فجرا يعني قلابة 5-6 الصبح يعني كنت تعلم؟ كنت عمري 11 سنة طبعا لما صرت الحادثة لأ كان بقاب 18 قاب بقاب 88 كنت تعود اليوم الصيفية يعني والملفت انه نحنا كنا مجهزين كل غراض البيت طلعين بعد عدة ساعات يعني من الحادثة عالجنوب يعني ولكن القدر شيء انه طلعنا كما كنا مصممين لكن بفارق ان والدتي بدلا ما تكون معنا كنت بالأمبولونس يعني حملوها كجثة وطلعنا عالجنوبية شيخ محمد هل عشت طفولتك؟ لا طبعا لا لا عشتها يعني لسببان السبب الاول في الحرب سبب تاني انه بوقت مبكر في التع الحوزة العلمية نعم يعني انا بأربطعش اواخر الاربطعش من عمري كنت عم بدرس طالبي علم يعني وانت سبت للحوزة العلمية قبلها كانت قلت لك طفولتنا بين المتاريس يعني احنا بمنطقة براس النبع منطقة تخطوط تماس مثل ما بتعرف نعم بين الشرقية وبين الغربية وكان يعني ما في فرص اطلاقا لواحد يعيش متل ما بسمع الناس بيعيشوا بروحوا بيظهروا وبينبسطوا لا احنا كنا يعني في صبح وظهر وعشية عم شاكل وازمات توترات امنية مدهمات من يعني فصائل عفصاء صحيح وقتلا نشوفها امام عيوننا يعني انه اي طفولة عشناها يعني انه بس بطلع خمس ست سبع سنين عمري شوف عشت كوابيس كوابيس بالفعل كوابيس طيب متأهل؟ طبعا واندي ولدين الله خليك يهم الله يطول عمرك احمد وعلي يعني احمد وعمرش قربة الاربطعش سنين علي حداعشر سنين اوكي زوجتك؟ زوجتي من البقاع يعني من زوج صنينش خمس عشر سنين من الم البقاع؟ من قرية اسمه ماسخ اوه اوكي نعم اوكي خبرني بعد عن حياتك تحديدا يعني حول الدراسة مثلا اي انه لايخطرت انه تكون وتتعلم حتى تصير شايف يعني بدعوي او يعني اني لما انتسبت للحوزة قرابة سنة اتنين وتسعين نعم عم تحكي بهذه الفترات نحنا عشنا المنطقة يعني لبنان منا عشنا فترة سميت انا ذاك او اسطلحة عليها انه تسميت فترة الصحوة الاسلامية هذه الصحوة اللي انتشرت بالعراق وبإيران وباللبنان يعني في خضمة طبيعة الحال انه الواحد يتفاعل ويتاخد فيها فبوقت مبكر متل ما قدتلك اسلفت يعني انه انتسبت للحوزة كنت ما دخلتش في الخمسة عشر سنة بدأت بالدراسة الدينية بالحوزة العلمية حول بماحد يتابع على السيد محمد الحسن فضل الله الله يرحمه واستمرت بالدرس قرابة العشر سنوات حتى اعتمرت ازاي الديني يعني كنت بالعشرينات بأوائل العشرينات 24 25 وارتدات ازاي الديني شو استلامت بهذه يعني بدأت اول ما استلامت استلامت امام جامع سد البشرية كان عمره تقراب 23 سنة واستمرت بامامة مسجد الامام علي في سد البشرية قراءة اكثر من خمسة عشر سنة يعني بعملين بحدود عام 2000 استلامت للمسجد ايضا امات مسجد سيدة الزهراء على طريق المطار ورجعت بال2008 اسست حوزة الامام السجد العلمية وكان عنا انشطة طبعا غير ذلك يعني العالم الديني بيمارس مهامه بالوعظ بمحاضرات باجراء عقود زواج بحل قضايا الناس الاسرية مشاكلهم الاجتماعية فيه له دور على اكثر من صعيد هدي طبعا كنا عم نمرسه بشكل عام حيث ما نكون يعني بمعذر عن المركز الديني الواحد اللي بيستلمه بس كجامع امام علي بسد البشرية مرست مهامة الامام المسجد والمنطقة واقامت فيها لسنين يعني وتفعلت مع اهله وكتبت عن تاريخه ايضا وهدي فتحت لأفق يعني انه اتواصل مع كل شركاتنا في الوطن يعني ولذلك منذ بداية نشأتي يعني مش بس انه خلقان بمنطقة هي مختلطة يعني اسلامية مسيحية وفيها تنوع لا حتى لما جيت على المسجد السد البشرية كمان هده عزز العلاقات مع الشرع المسيحي ومع انه براس النبع احنا شيعة وسنة وبالمقلب الاخر من راس النبع مسيحية ففيها تنوع على مستوى كل الطواقف اللبنانية نوعا ما المنطقة او المحيطة ايضا يعني فعززتها هدي لما جيت على سد البشرية وعززتها اكثر لما افتتحت عام 2012 منتدى ثقافي باسسته انا ببرج حمود بشريع النبع يعني داخلنا ضل عدة سنوات يعني منتدى السراج الثقافي الاجتماعي كنا عم نساهم بها العلاقات المحبة والمودة التواصل الايجابي بين المسلمين والمسيحية يعني صح انه اني مثلا بعتبر انه اصبت يعني هي عمليا صار في عنا اصابة خلال اصدقائي بشكل عام بالعكس تماما اصدقاء عم بحكي ايه نعم اصدقائي كتار جدا بالعكس لا يخلو الامر بس منهجيتي اني بالحياة انه عادة بوقفش عندك تفاصيل يعني مثلا بقوله انه الواحد بريد يتعامل باخلاقه هو مش بشوف اخلاقه الاخر يعني علي اني انه اخلاقي ونمطي انه اني يعني يعني خليلك امر يعني انك ما اذا من الناس بقولوا واحد على تلفزيون بس في احدى السنوات بيوحدة بيزوري ورق ورق يتزوج تزور وتستعمل في الدوائر الدولي طبعا مرضي تقني لانه في ظلم لناس قدمت دعوة بالامر بعد فترة مثلا صدفته بما كان عام ما عندي منع ابدا كان انه سلم عليه وانه هو استغرب انه هو حبي يسلم عليه ومعرف انه اني ما بقفش عنده يعني نعم وبصفح عنا بنسيها احسن الى من اساء اليك يعني بتعطى بهالمنهجيها انه اني علي دلني اتعطى باخلاقي ليش هو الاخر اذا تعني بالظهر بدي يجرني لنمطه لأسلوبه علي اني اضلني اتعامل بنمطي وبأسلوب اني اعم في ادبيتنا الدينية في نص يعني بقول انه كونوا دعاة بغير قلسنتكم يعني بمعنى بأسلوبكم بنمطكم بمسلككم انه بتكونوا يعني مثل الاية بتقول لا تقوم الشرب والشربر قوم الشرب الخير لا يغلبنك الشرب اغلب الشرب الخير بترسدها الاية الانجليية طيب بدي اسألك سؤال يعني حضرتك اذا رجعتك عشرين خمسة عشرين سنة الى ورا كنت بتفكر تكون هيك متل ما انت او لا بتقول يا ريتني عملت مثلا انا مهندس او دكتور او 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 اما لا مقتنع باللي عملتو طبيعة الحال اللي يكون واحد دقيق وما يحكي الكلام ما يكنش كتير علمي لا حينما اتخذت القرار انه يكون عالم ديني كنت صغير جدا نعم وابن 14 عام حينما يقرر انه يكون عالم ديني ما هيكون عنده الادراك الكامل حتى هو يخد قرار صحيح صحيح لكن بحيتي انا مرتاح كتير وبيعتبر حالي انه عم ام بويش بيتي ويمكن خدكونوا مقصرين ايضا ومش مزعوج اطلاقا يعني لكن هلو كان قرار صائب بتأديري انا انه بيسؤل الواحد بس بدي اخد قرارات متل من هالشكل هيدا انه يكون اكبر بعمر الاسن اكتر يعني اذا شفت ولد صغير هيك مبسوط ومع اهله وفرحان واا 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 واخد طفيلته كلها سوا شو بتحس؟ بغبته طبعا بتمنيله بمبسطله انه شعريا 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 يعني انت بتتذكر انه ياريت انا كنت هيك مثلا ياريت كنت حد ضمني حدا كذا يعني اخد طفولتي لان ما اخد طفولته طبيعة الحال انه بتلك بغبته بتمنيله مزيد من هالسعادة طبعا من النهي بس انه اني صح بالفعل متل ما اتفضلت انه ما قدرنا ما خلونا قادة هالبلد ما بعرفش بدي اعبر يعني مليشيات انا ذاك بالحرب الداخلية اللبنانية ما خلونا نعيش طفولتنا بشكل بريء وعفوة يعني اني كنت اطلع من بيتي فيش كم متر فيه متاريس يعني لا تحمل ذكرتي في طفولة الا المتاريس ما بتحمل الا 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 يعني كيف انه كان يوصلنا الاكل على الملاجئ اللي كنا نقعد فيها مع اهلنا ونحن هو اطفال كيف يجبون لنا هالجبن البلعلب مع الخبس كيف هالمقاتلين من كل الاطراف اللي يمكن ما يكونوا بيعنونا كتير او ما بنعرفونا ما بيعرفونا كتير بس انه كان فيه قوة حزبية مسيطرة على مناطق رغم عن قنوف كل اللبنانيين يعني كانوا حسب الاقوى حاكم كل منطقة حاكمة حدا فمثلا نحن الحط بالحات كان خلف بيتنا كان بيت مسيحي هجر هجر ويعني كنا نسمع عنهم كل خير طبعا لكنا صغار لكن نتيجة الحرب والفرز اللي صار تهجر بتأسلك سؤال انت حضرتك كمسؤول عن لقاء بيجمع كل الطواف مستشو مسمينو اللقاء الروحي في لبنان اللقاء الروحي في لبنان من جميع من دروز من سنية من مسيحية الى مهونالي اللي بدأسلك هيا سؤال بقيتلك هيا بدأرجع علي انه انت اجي تأذيفي من منطقة الشرقية على وتوفيت الوالد وانت نصبت بحسك انه عندك انه في الناس بياخدوا موقف يمكن بيقرفهم مسيحية لها بدلا بديهم دهر الدهرين مثلا في الناس بتحقود بس انت بلاقيك انا عندك علاقات مع اشخاص مسيحية أكثر من الطائف الشعي الكريمي وبالفعل هيك يعني مش انه فيها مبالغة انه العلاقات بالوسط المسيحي او شي عريقة قديمة حتى ما قبل يعني انا بعرف انه في موجة من العلاقات الاسلامية المسيحية نشأت عقب مقتل الرئيس الحريري وهيدي فيها كان كتير من استعراض يعني ايجي الرئيس عون من الخارج طلع الدكتور سيمي جعج عبد السجن استعادت حتى رئيس امين جميل ايجا من باريس ايضا استعاد الشرع المسيحي نوع من قوته بدأوا بعد ما صار فيه نوع من توازن يعني بالشوالع اللبنانية بدأت نوع من علاقات بين المسلمين المسيحية نوع جديد بصدق انا كنت بدأت فيها قبل هالمرحل يعني بمعنى اخر انه نحن ما انطرت انا لما مات الرئيس الحريري لصار فيه استفاف سني شيعي السني عنده حليف مسيحي والشي عنده حليف مسيحي اخر حتى عملنا هالعلاقات لي جزء منها كبير اليوم استعراضي بصدق من اولا لا بدأتها بوقت مبكر اكثر وكان فيه كتير من العلاقات لي انشأناها واشتغلنا على كتير من الانشطة ما قبل هذا النوع من شو هدف اللقاء اللي عملتو هدف اللقاء الوحي هدف اللقاء الوحي بتاع المزيارات للكل وإلى مهني أعطيني خبرني شو عن هدف اللقاء الوحي اللقاء الوحي انا احد مؤسسينه اول شي نعم نحن مجموعة داعينا فيما بيننا انه مننا حاول نقول للبنانيين انه فيه رجال دين ما عنده نهاتف سياسي فيه رجال دين يدعونا الى الله بكل محبة قيمنا المسيحية والإسلامية تدعينا انه نتواصل مع بعض ما عندنا هدف سياسي ما عندنا اللقاء الوحي رئيس اطلاقاً ما عندنا هيكلية تنظيمية بيناتنا مجموعة من رجال دين على امتداد الأراضي اللبنانية صح نشأنا بالبداية في جبل لبنان ثم توسعت وبعد ما احنا انشأناها بالألفان واثناش تحديداً لقاء الوحي في لبنان نشأت عدة أطر مشابهة وجيد انه قاد نقول بصدق أولى بعضهم ما بيقول غير مني هنا بس عدد من الأطر بالفعل هني كانوا يتواصلوا ويقولنا انه صار فيه نوع من اللدونة أو شيء بس انه نحنا بمعنى ساهمنا بانه الناس يتفكر يعملوا هيك أطر طبعاً في بعض الأطر المنوعة عنده أهدف سياسية أو مرتبطة بأجندات سياسية أو فيه شيء مصالح معينة اللقاء الروحي في لبنان ما يميزه انه هو عنده دعوة دينية صرف ما عنده أدنى هدف سياسي بيتحرك عندما يدعي واجبه الديني والوطني بس يعني قضايا وطنية كبرى منشارك فيها قضايا زواريب سياسية أو شيء بيتعلق بأحزاب وقوة سياسية صغيرة ما منتعرض له طبعاً بضم يعني عشرات رجال الدين فيه وكل واحد ديك بنحسه مثلنا ما في عنا لا طلب منتساب ولا شيء في أي حدا بيتفاعل نحن وإيه بيتفاعل معنا بيتفاعل ما هو بصور خيلة إلنا ونحن إخوة فيما بيننا وبصدق بقولك إياها حضرة الأسيس إنه نحن يمكن المودة بالعلاقات الشخصية بينادنا يعني يمكن ما منميزة يمكن أنا كعالم شيعي عالم ديني شيعي تواصل مع علماء دين الشيعة يمكن يكون عندي أصدقاء مسيحيين أو سنة أو دروز بنفس المستوى وهيك أيضا إخواننا الباقيين يعني إذيك بنقف حد بعض بمناسباتنا الخاصة بنعيش مع بعض بحياتنا بنفوت عبيض بعض كلياتنا بشكل كتير عفوي صار كل يعني نحن في مجموعة معينة باللقاء الروحي يعني الأساسيين اللي دايما هن حاضرين يعني بالتصرف صدقا يعني صرنا بنعيش كإخوة فيما بيننا ما بشوف يعني الكاهنة المسيحية رجل الدين المسيحية ما بشوف إلا أنه دعوة المسيحية بتشوف فيها هيك صوت السيد المسيح عليه السلام بنسبة إلا أنه كمسلم بنبسط فيه ما بشوف إلا كل خير وكل محبة وكل احترام وهو قد يرى فيه نفس الشيء أو يرى فيه رجال الدين المسلمين نفس الشيء وهيدا بميزنا أيضا عم عرض الأطر اللي هني متل ما عبرتها شوي وحرجع عيد التعبير استعراضيين يعني بهموا نجي يعملوا صورة منوعة وبس لا نحنا مش هيك ما بتقولك إي ممكن عم يعمل هاك حتي يضربوا هادا الهداف هيدا هالأهداف هيدا؟ نعم نعم في منهم بصدق يعني إحنا يمكن موعظة كمان مناس بأولى بس هقولى على الهوى نحنا في اجتماعاتنا مرة مع أحد السفراء السفير النروج كان صديق جدا لإليه يعرض علينا كنا ست أشخاص من الرجل الدين قال عني نتمويل وحابب نعطيكو شكرناه واعتذرنا منه يعني السفارة موجودة والإخوان كلهم موجودة يعني إحنا ما فتنا من مصالح يعني إذا كان في تمويل إذا في تمويل بدون شروط إذا في تمويل بدون شروط أهلا وسهلا بس إذا في شروط أكيد لا لا بس أنا عم حاول أعطيك عيني نعم هي الإسلامية مسيحية للأسف إنه لأ عندها فقط هدف مالي إنه بتحاول تسعى لهذه الشغلات اللقاء الروحي ما عنده أدنى هدف ما في فوت حاوله بهالمعمع أطلاقاً كان أهدفه نبيلي ديني نبيلي في أبعاد روحية بيدعوته بعمله بأسلوبه لذلك بتلاقينا عند يعني بس نشوف كان حاجة نطلع على الشمال لبنان بترددنا مراراً أو على البقاع أو أي منطق بجبل لبنان بتلاقينا حاضرين مع العانة مع أبسط الناس يعني مش إنه عند الناس اللي فيه وراها مكاسب على الإطلاق يعني في مرحلة حكيت عن المجلس الشيعي الأعلى صحيح وأنا بدك الصراحة اتفجأت إنه أنه أنت يعني حكيت بكل مجاهرة وبكل صراحة وبكل طيب ما تعرت له مثلا التهديد أو تعرت له يعني أنه خفف الدعز شوية بصراحة بإلك إياها يعني في صار في نوع من ترغيب وترهيب يعني ترغيب بأحد الجلسات يعرض علي علنا يعني نصاً من قوى النافذة يقال لي بمكتبة إذا الشيخ محمد علي الحج كان مفتياً أو قاضياً ببيض الوجه إنه منعنة مفتي منعنة قادمة ما تجيوا بتقلت له أني مندعات إلغاء المؤسسات الرسمية الدينية المرتبطة بالدولة هي طبعاً أجهزة أنا بسميها أو أسلاك ما أحب أعبر تعبير المرجعيات الدينية إلا على المرجعيات المسيحية لأنه المرجعيات الدينية المسيحية يصح أن نطلق عليها لفظ مرجعية دينية كونها مش مرتبطة بالدولة صحيح نسمح لنا أنه نفكر نعيش مثلكون بمعنى آخر أنه أنا أتمنى أنه تصور هايدي مرجعيات دينية أنه هو طالما مرتبطين بأجهزة السلطة اللبنانية طبعاً هني أسلاك عبرة عن سلاك أو مؤسسة مرتبطة بالدولة جاهرت لأنه شفت فيه أمور مش مقبولة وما حدا إذا بدك غلط معي بشكل اللي قد تتصوره نتيجة أنه القوة الشيعية هي حتى مش مراضية عن الوضع الراهن بالمجلس نمشي الأعلى يعني بكل شفافية القوة الحاكمة لدى الشيعة هي لا تريد المجلس أو مش عجبة أداء المجلس الشيعي طبعاً طموحنا نحن أن يكون المجلس الشيعي مؤسسة شفافة تكون مرجعية على غرار مثل ما قلت عند الإخوان المسيحية تكون فيها ضبط ودقة بالمصاريف وهلوم مجرة توقف مع ناس الفؤرة مثلاً أنه نحن اليوم هل تعلم أنه مثلا عند إخواننا السنة فيه صندوق الزكاة بيعطوا الفؤرة عندكم كل الكنيس ما شاء الله الله يوفقكن ويزيدكن أيضاً بس نحن ما عنا يعني هلأ أجيب فقير الشيعي قلوا ما بتروح بيقولك ما عندي مطرح يعني هل فيه المجلس الشي الأعلى اللي هو عنده موارد قد تقرب من خمسين مليار ليرة سنوية شي داخلي عائدات أوقافه هل فيه مكتب حدا فيه راجع ما فيه طبعاً هي دعوة كانت للإصلاح وصار فيه يعني أنا بدأت بالحملة ألزمت لقوى النافذة في 2017 إجراء انتخابات لرئاس المجلس وأجريت انتخابات ترميم ثم بكثير من المحطات الداخلية بالمجلس كان فيه استجابة لبعض المطالب اللي كنت عم بوح فيها لأنه ما فيه حدا صوت بالوسط الديني الشيعي غيري يعني عم يجرؤ أنه يجي جهر بواقع هالمؤسسي لكن كوني عم بحكي بكل عفوية وبكل صدق هو بعيد عن المصلحة بالتالي عشان هيك يعني ما صار شي سلبة كما قد يتوقع البعض يلا خليني خليني ياخد بريك وبرجع من كفي هيدا الموضوع مشاهدينا الكرام بريك ومنرجع رجعنا من البريك مشاهدينا الكرام شيخ محمد هل بعيلتك نسبة ايدك كتار او ليل؟ لأن هالقرار انت بتاخده يعني عن مجلس الشيعي الاعلى هل بيوقفوا معك او بيروحوا بيوقفوا مع الحق او بيروحوا يمين او شمال؟ هلأ صراحة فيما يخص تحليل المجلس الشيعي الاعلى لأ نسبة المؤيدين كتير كبيرة ويعني عندي تجربة طبعا محبش تفسر فيها بس انه بما اني اني تصدت للاصلاح في المجلس الشيعي الاعلى صار في تواصل معي على امتداد الاراضي اللبنانية حيث الانتشار الشيعي صار يطالبوا الناس كان عندهم مشاكل بمناطقهم يعني قل ما تلاقي قرية او منطقة ما تواصلوا معي ليعطوني ملفات يتواصلوا معي بخدمات بقضايا حاول رتبهم اياها لا بالعكس فيما في موضوع المجلس عم بحكي في موضوع واطل واحد استقلاليته بالرئيس السياسي لا هون صحيح انه المؤيدين قلي قلي ايه طبعا طيب ما بتحس حالك انت خارج الاطار بتلاقي حالك وحيد يعني بيصرق انا بعتقد انك فيه كم شايخ شيعي بيطلع عاليوتيوب وعالوطساب بيت وهو بيحكوا ما فيه شايخ عودي كمان صحيح هو اذا بدك مش وحيد لا كيف يعني بمعنى انا بيعتبر اذا بدك العكس بيعتبر انه العالم الديني الشيعي تاريخيا كان ضد انه ينخرط رجل الدين بالاحزاب والقوى السياسية الظرف الراهن اللي احنا عم نعيشه اليوم بهالايام هيدا هيدا حالة شاذة بتاريخ الشيعي عم يسيقون الزمن التاريخي لانه مثلا نحنا قبل اربعين سنة معنا عالم ديني بيكون مرتبط بحزب اليوم بالنجف او بقوم ممنوع يعني ما بيتقبلوها خصوصية السيحة اللبنانية سمحت انه بعض القوى السياسية الشيعية نظموا رجال دين فبالتالي اللي غلط مش لي مثلي مش العالم الديني الشيع المستقل اللي بيدعي للمحبة بين الكل وما بيقبل يتقطر حاله باطار حزبي انت ضد انه يكون الشيخ رجل دين يكون يعني حزبي او كان مسؤول حزب نعم هذا امر غلط يعني اكيد يعني شو خصي بالاحزاب صحيح لذلك نحنا مش غلط الغلط اللي عم بيمرس الغلط هو اللي عم بيسيق لتراث وتاريخ وثقافة اهل العلم عند المسلمين الشيعة عم بيسيق لتاريخ يعني ثقافتنا التاريخية هذي الطويلة يعني مثلا اليوم المرجعية الدينية الشيعية بايران او بالعراق هل ترضى للعالم الديني الشيعي انه يفوت بقوة حزبية ما بترضى بالتالي ليش انا بدي حس حالي غلط يعني بمعنى لهو عم يعمل غلط لازم يشعر بالغلط اما اذا انا باعتبر نفسي امين على ثقافة سلفنا امين على ثقافة هالتاريخ العريق العلماء جبل عامل بالتالي ما بسمحش لنفسي انه يكون بمقلب اخر يعني طيب شو رأيك بقصة اليسا شو انت موقفك اني بصراحة عم شوف بكل شففية عم شوف انه فيه هونيك افراط وتفريض من المؤسسات الدينية الاسلامية والمسيحية يعني بمعنى مانا نحل هالعقارات يعني فيه هونيك خلافات على العقارات الكنيسة بتقولها الى فيه قوة حزبية سياسية عم تروح تشتغل صراحة يعني سياسة بالموضوع هيك موضوع واحد يكون فيه منصف فيه عقار لالك بدي اعطيك ايه اذا لك حق واذا لالي بلك تعطيني ايه هلا بعضهم بحرد بقول انه والله هولي املك طيب شيخ محمد ملاي عم اعطعك اذا انت يسلموك هالقصة ماهل القرارة بتأخذوه من نطلع الملفات كليتان نفتح تحقيقات شفافة نشوف مين له حق ونعطيه بس واذا تدخلوا سياسيا شو تعمل؟ لا طبعا السياسيا لازم نبعدهم بره انهو بيستثمروا بمصالحهم وبس بدهم بنيموا الملفات وبس بدهم بطلعهم وبس اذا مادة تعملت شي شو بتعمل؟ بتشوف منطقة لا بحياتي ما بستقيل من دوري بعنيد وبضلني عموم بوجبتي بالقدر اللي بقدر فيه وما قدرت مشات الحال شو بتعمل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها حينا بس انه يفترض انه من سيس الملف؟ انا اتصور انه المقيمين في هالعقارات او انه ناشئ خلاف بينه وبن كنيسة على هالعقارات اذا كان في حدا عادل وتعطى بصدق بالموضوع بالملف ما سيسه بتصور لكل بيردوخه لرأيي العدالة لذلك يجب القضاء الليبناني يضع يضع على هالملفاتها ما يضلوا يقولوا تعارك المجلس الشيعي والبطركي الماروني يعني الاسبوع الماضي مثلا شفنا بالجرائد كان فيه نوع من يعني ردود وردود مباشرة مش رطيفة بهالظروف هاي المتجنجة انه نشوفها من المرجعات الدينية يعني مؤسسات الدينية خطأ كانت تنزل للإعلام لتحل المشاكلة اذا المؤسسات الدينية تتعارك بيناتهم بهالطريقة هاي دي شو تركنا لغيرهم يعني اذا كانت حالتك رئيس مجلس الشيعي الأعلى شو بتعمل؟ بستقيل منه بلغي المجلس كله اني ضد انه يكون فيه ارتباط لرجل الدين بالدولة وما بسميه فصل الدين عن الدولة بسميه تنزيه تنزيه الدين عن استخدام السياسيين وطبعا اني اجاهر بضرورة إلغاء هاي دي المؤسسات الدينية الرسمية اللي هي فقط موجودة عن المسلمين وبتمنى نعمل مرجعيتنا على غيرار متل ما قتلك البطركيين ليه؟ مثلا مرجعيت المسحي كافة وغيرار مرجعيت النجف أيضا مرجعيت النجف الأشرف هي مرجعية لدى الشيعة غير مرتضة بالسلطة بالتالي بيسوى ان الشيعة باللبنان يعملوا مرجعية أيضا متل ما وجود عنا بالنجف ومتل ما عاملين المرجعيات المسحية في لبنان كل مرجعيت المسحية بالبداية ما عنده ارتباط بالدولة اللبنانية في احترام متبادل ما في هيمنة بياخدوا قرارات يعني مثلا خلينا اعطيك نموذج بدي احكي عن البطرك الماروني من ينتخب بطرك الماروني مش السينودوس على صاقفة الطاقف المارونية؟ في حدا مدني ولا كله رجال دين؟ كله رجال دين واقل من الربع ينتخبوه دينيين كيف هيدا مرجعية دينية؟ هيدا مرجعية سياسية؟ منه مرجعية دينية؟ ينتخبوه علماء الدين حتى نقول هيدا مرجعية دينية بس رئيس المجلس الشيعي ينتخبو 27 نائب الشيعي 12 عضو مدني 12 عضو رجال الدين بالتالي اذا حسبناهم كله يلاتهم واحدة وخمسين من الواحدة وخمسين اتناعش بس علماء دين؟ هل بترضو؟ يعني ليش انه عمول اني لا يصح انه لدينا مرجعية بكل ما الكريمي بمعنى نتمنى ان تتحول الى مرجعية بالتالي اني طبعا مع الغاء المؤسسات ومع انه يكون في علاقة محترمة على غرار علاقات المرجعية انا بعض حضرتك انه عم تصرخ كتير وعم تركض كتير هيدا الامر طب في حدا يعني عم يوقف حدا يقولك ايه معك حق من بعض الشيوخة او لا؟ صراحة انه لا يا خي نحنا معك ونحنا مدعمك ومعك الحق وهي دي رؤيتك مزبوطة هيك حدا بيدعمك هالشي اما لا لحالك؟ من تحت الطاولة ايه اوكي علنا ما حدا بيدعمني طب اذا فت انت بهالقرار بيوقفوا حدك اما وقت بيتركوك تبقى لوحدك؟ لا طبعا بيتركوني لوحدك بس اني اللي بحب ان لك ايه اني علي يعني بلعطي حديثك يعني مش قدر تعمل شي لا مش مش هده اني عم طبق منافع المرء اذا كسب العالم وخسنا نفسه عم بعمل قنيعاتي وانه اني بالتالي مثلا حينما دعايت لالغاء المؤسسات الدينية ممكن اني اول عالم مسلم في لبنان يدعو لالغاء المؤسسات الدينية الاسلامية وفكر اطباطها بالسلطة بس اليوم عم لقي صدى المجتمع المدني اللبناني مثلا وانتفاضة القائمة في لبنان بتلاقي هده الدعوة الى اخدي مأخدة مثلا موجودة في شرائح شعبية لبنانية عم تنادي فيها بالتالي اذا بدك اذا بدك جسد نبض الشارع لبنان اليوم تجد انه هده الدعوة تنسجم كتير مع نبض الشارع نحن بالتالي علينا ان نستفيد من كل تجاربنا وعلينا ايضا انه نحاول نبني دولة في لبنان حديثة ومتطورة وبناء هذه الدولة يفترض يفترض فينا انه نحاول تغيير بنيتها كاملة يعني مش عمش الحال ان هني بيقوضوا من الدولة ومعشيتهم من الدولة كيف هده يفكوا هالرباط بين الدولة هاي من الاخر يعني طيب منو منول الشيخ او العالم عندكن الكدوي لشيخ محمد كان كدوي قدامك يعني احنا بشي نسميه لنا تقليد انه بيرجع المكلف الشيعي لمرجع نعم كنت ارجع للامام السيد ابو القاسم الخوي الله يرحمه مرجع كبير من كبار مرجع القرن الماضي كدوي ايه واضح واضح كنت ارجع له للسيد ابو القاسم الخوي طبعا هو قدوي بلبنان اه تتلمذت وتأثرت يعني عند السيد محمد الحسين فضل الله الله يرحمه طبعا في كتير من اللي علماء اللي يعني من السر بسيرتهم متل الشيخ حمد جهود مغني الله يرحمه كان عالم زاهد مهدي شمس الدين شيخ حمد مهدي شمس الدين ايضا هو عالم قدوي ايضا عالم جليل كان صادق كان شفاف كان شخص عنده بيتمتع بكتير من الصفات الايجابية يعني طبعا بيعجبني النمط عند علماء الدين الشيع المتقشفين العلماء اللي مكنوا بدعنينوا الدنيا شيء العلماء اللي هني اكثر بيتجول التنمية تغلع في شيخ فضل الله انتوفى سيد فضل الله بلا 12 ابنه 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 ابن سيد محمد الحسين كان مرجع مرجع على مستوى العالم الاسلامي نعم طيب سؤال وقت توفى الشيخ مهدي شمس الدين هو كان رئيس مجل الشيع العلا صحيح ما طلع رئيس مجل الشيع العلا طلع النايب هو الشيخ ابنه صح طب لا لحد هلأ ما فيه رئيس الشيخ توفى الشيخ حمد مهدي في شهر واحد 2001 نعم لم تجرى انتخابات يعني خلف للشيخ شمس الدين إلا بعد 16 سنة نعم إلا بأذار 16 أذار 2017 يعني 16 سنة فراغ مثل ما عم تتفضل صحيح هايدي نتيجة شو نتيجة انه القوى السياسية ما بده ما بده والواجهة كان شخصية تملأ الفراغ يعني بحجم الشيخ حمد مهدي شمس الدين والقوى الحزبية الشيعية اليوم ما إلى مصلحة انه يكون في عنا قادي دينيين بكل ما اللي الكريم بمعنا هني بدهن هول المؤسسات الدينية ترتبط فيها يعني تكون خلية او شعبة او فريق يعني شي تابع لها فقط وعم يتعاطوا مع المجلس سياها لأساسها وفيش رئيس هلأ في رئيس نائب رئيس هو الشيخ ابنان عيما بالالفون سباطاش رئيس اتخابوا بالالفون سباطاش اوكي هلأ دخلك ابنه مش هو ابنه كمان قبلين ابنه مفتي جعفري شو الفرق نحن الشيعة عنا ثلاث مؤسسات دينية مرتبطة بالدولة المجلس مشي الأعلى دار الإفتاء الجعفري والمحاكم الشرية الجعفري نعم دار الإفتاء الجعفري ومؤسس قبل المجلسية تأسس بالاربعينات المنجلسية تأسس بالتسعة وستين دار الإفتاء الجعفري في عنا مفتي جعفري ممتاز عمتدل الأرض اللبنانية ومفتين مناطق شي 11 مفتي لكل يعني الشيخ عبد الأمير هو كان مفتي جعفري ممتاز استقال بالالفون وثلاثة وهو عين مكانه ابنه والذيك أنا طعنت بمجلس الدولي بصحة التعيين كيف عليها ذاك معهم؟ أنا لا أحرص لا أحرص على أدنى علاقة مع أي طرف بالسلطة ما عندي حرص أبداً إطلاقاً ولا آسف على أي علاقة مع أي شخص أيضاً بالسلطة ما بيعنيني بيعنيني عيش مع الناس وبين الناس والقنيعاتي نعم يعني بمعنى آخر حضرة الأسيس ذات يوم بتصر فيه أحد قضاء الشرع الكبار الشيعة ما ساءناك؟ عم بيقولي شيخنا أنا أكبر فيك جرأتك جوابت مباشرة تقولي يا مولانا هي بيجزء منا جرأة صح لكن الأهم هو الترفع عن المصالح أنا ما بدي مصلحة لا أريد هالمؤسساتة دي كليتا وما إلي مصلحة فيها بالتالي ما تترفع عن المصلحة فيك تحكي رأيك بشكل تام وبأكد لك حضرة الأسيس كتار نسب يعرفوها إنه من كل القوى اللي عندنا حتى من ضمن المجلس سيئي بتردني اتصالات هاتفية لي يعلموني شو فيه من باب إنه ما بيعتبروا من فترة صار فيه مشاكل بالرواتب الموظفين أربع خمس أشخاص ملقوا ملجأ غرقا طيب ما أنا عادة أنا برا يعني مش مش بالمؤسس بيتواصل مع مولينا في مجال طلب لنا بحقوقنا عم بيصور واحد اثنين ثلاثة أجوا إعاشات هون يصاروا هيك إلى آخر إنه بيعتبروني في بعض الأحيان ملجأ لأنه لن يجدوا رجل دين يطلع يجاهر بهالمواقفها اللي يدافع عنهم غيري بهالجرأة هادي وبهالصدق يعني عندي سؤالين قبل ملجأ بدي أحكي عن الكتب اللي عملها أول سؤال ترتك عليها مع الشيخ عودي في صداقه انتويين صديق قديم طبعا الشيخ ياسر بعتقد الأعمار يكي الأكبر منك بشوز بير بشوز بير طيب حالتك نزلت عالصورة نعم طبيعيا ومعشفتك معشفتك شو انتباعك اللي كان ولش نزلت كلامك سليم نزلت ثلاث مرات يعني صارت الثورة الخميسة وزلت جمعة وسبت وأحد والأحد أخدت قرارة معش أنزل يلا بس طبعا مؤيد بشكل تام لإصلاح النظام اللبناني نعم لما نزلنا بكل عفوية ودعما لها المطالب الشعبية لأنه آن لنا أنه ننتهي من أزماتنا اللي عم نعاني منا ومعشفتك نزلت صار في عندنا موقف صراحة كنا رجل دين كاهن مسيحي وكان شيخ سني وشيخ درزي وأني سحية تمر سيدي وبتقلنا أنه أنتو الحق عليكم أنتو وتوبخنا الأربعة توبخنا أمام نعم توبخنا بتقلنا أنتو لو أنتو أيمين مدوركم ما وصلنا لهون وصرت أطعيت بكل شيء أحد الرجال ديني نزعج أنا قلت له عم تحكي تك عم تعبر عني بقلبها وبارك الله في عم تحكي يا بوجدنا صحية أنا لما انشعرت مثلاً العدد من الناس اللي صدفنا هون كان عم بيحملنا مسؤولية النظام الطائفي بدون يميزوا إحنا من إنا المسؤول عن النظام الطائفي إحنا بالعكس أنا من دعاة دولة مدنية بكل ما الكلم معنا يعني أنه يمكن مثل ما قلت لكم وشيء يمكن لعلي أول رجل ديني يطالب بفك بها الصراحة وبها الجرأة وللآخير يعني والغاء المحاكم الشرعي واعتماد نظام مدني لأحوال الشخصية ما في حدا غير بنادي فيها فبتالي صاروا الناس يمتمون اتهامات يعني يمكن لو بيعرفوا فكرنا لا يمكن العكس تماماً يتعاطوا معنا شعرت أنه مش وقتا ينزلوا رجال دين وخليها تاخد طابع مدني وبارك الله فيهم هالشباب العمين زلوا على الأرض ليعبروا عن أوجاعهم وعن مشاكلهم وعن ألزماتهم أني كرجل دين ما في إلا ما أكون داعم للناس اللي عم الطالب لأنه أني دوري إدعي لأحط عبو الطالب كمان طبعاً ونحن أسبق من هيك بكتير يعني أني مثلاً صدري بال2007 كتاب عنوانو نحو دولة حديثة بعيداً عن 18 أثر يعني هذا ما يقولوا اليوم كلهم يعني كلهم كنا عمولني بعيداً عن 18 أثر يعني كلهم يعني كلهم أنا شايخنا خليك شغلي أنا أنا هلا كل إنسان حلو يعبر عن رأيه ومعه كل الحق واللي بدكي بس أنا وقت أقوله كلهم يعني كلهم ما في أنهم العالم كل ما بتسوي واحد لأن لأن في سيسيين مرتبين مهزمين ولاد عائلين مش حرامية كذا ما فينا بس أنا كمان بطلع على هود المتظهرية وقت واحد يشتم ويسب ويقفر ويكسي طب ما أنتو كمان كلكم يعني كلكم أنا مش عمدفع عن حدث لا عمدفع عن حدث لا عمدفع عن حدث بس أنا كرجل دين كمان بتطلع عنه ما فيك تقول خي كلي عالم تقس كلي عالم كالبعض لا ينسوا ليشي واحد يقسك بشخص يعني يقول لا ما هيدا ايه زلم ايه دامي كذا 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 هديك لا ما فيه أنا أقول هايك يعني أنا هاي الشعار ما دخل رأسي وما حبيته لأن إذا منقولك أنا فيه يقول بشغلي كلكم يعني كلكم كلنا يعني كلنا خطاط كليتنا بحاجة بحاجة للرب هاي فينا نقولنا بس فيه فيه أشخاص تحجموا عليك أنا غيره شخصي عمتك مش حلو لا بس إذا بسمح لي عبعها كلهم يعني كلهم مش كأشخاص كقوة سياسية يعني كأفريطة سياسية صار فيه تقبيس صار فيه تقبيس ما عرفوا حددوا فيه ناس أنا بقول كويسين أنا بقول فيه ناس كويسين مهزبين بلاد عيال مش حرامية ما فيه يتهمون أنا مع الحرامي الزريء يلي خرب البلد ما بقدر أنا عندي كراس حيصدر قريبا عن الثورة فحطت فيه فتوى نشرته على الفيسبوك كمان إنه لاي يجوز لاي يجوز تكسير أي أزاز تعدي على أي أملك خاصة تعدي على أي أملك عامي هادي مابجوز شرعا يعني لاي يجوز واحد هادي تقوله حرام هادي مش ثورة هادي بكرا بيخدوهم مننا ويحطي صارحوا هادي طيب عامل كتبين خبرني كتبين أو تلتة عندي شستين مؤلف ها اوكي خبرني على هالكتبين ايوه أول واحد عملتو هيدا هيدا قبل تاريخ الحوزة هاديت المخرج هايك منيح اوكي هيدا اسمه تاريخ الحوزة الدينية بشحور جالس عمال معروف هايك واقف ايوه ها هيدا برومو شوية سلبي عمال معروف ايوه مشي الحالان اي اوكي هيدا كتاب اسمه تاريخ الحوزة الدينية بشحور شحور هي احدى قرى جاب العامل اللي كان فيها حيوية علمية شيعية وكان فيها اهل علم ورجال دين و الاخرية كتبت عن تاريخها بشكل مستقل لانه حوزة جاب العامل هي حوزة علمية مهمة جدا على مستوى العالم الشيعي ما قرى يخلقها بشكل ينصفها ويعطيها حقها هادا الكتاب حاول انه ينصف احدى مناطق او او ازا بلاك اقول المعاهد الدينية بجاب العامل طبعا في اهم من شحوري جزين جباع كان فيه بماس كان فيه بعدة مناطق حوزات علمية ناهدة جدا واذا بتشوف هيدا صورة البيت هادا اللي هون اللي عمره ثلاثمئة وخمسين او ثلاثمئة وسبعين سنة يعني هيدا البيت واضع هيدا بيت ملك شخصي لالي والاخوه اشقائي يعني عمره ثلاثمئة وخمسين عام منزل عريق جدا من اعرق منازل او اعرق منزل لرجل دين شيعي في جبل عامل وهو هيدا المنزل الملك شخصي حطت صورته على الغلال طبعا ضمن هيدا بتندرج ضمن شين هون حاط التاريخ العاملي يعني هو هيدا تاريخ العاملي سلسلي صار صادر منها اربع مجلدات نعم وفي عدد مخطوط وعمشترنا هيدا كتاب عن عيلتي تحديدا مسميه الجذور جذور عيلتنا يعني الجذور من الحلة الى شحور اه نحنا طبعا جينا من قرابة سبع قرون من باب الحلة يعني واستوطننا جبل عامل قرية شحور فحاكي شرح فيها كل تفاصيل الازمات اللي صادت بالحلة وكيف انتقلنا ونشأت وظروف وبيئت وانجزات العيلة بالقرية شحور وهذه الكتب اللي عملون؟ طبعا عندي كتب حوزوية قرابة 11 كتاب حوزوية تعليمي يعلمون الحوزي العلمي بالنحو بالصرف بالاملاء بالمنطق بعلم الفقه يعني ايضا في عندي كتاب عن تاريخ المتن الشمالي المنطق اللي احنا فيها مسميه الحالي والخالي من تاريخ الشيع في المتن الشمالي ممكن هدايتك ايه ولا لا؟ باعتقد ايه ايضا عندي هلأ عم بشتغل فيه مسميه المكشوف من تاريخ الشيع في الشوف هيدا بيحكي فيه عن تاريخ تواجد الشيع بالمنطقة كيف تهجروا وين انتشارهم وهلو مجره وعندي كتب ايضا على مستوى يسموه عندنا تراجم وسيرة العلماء جبل العام هدا موسوعة ايضا قراط العشر مجلدات شيخ محمد حبيب القلب فيه كاميرا بوجدك طلع فيها معك حوالي ثلاث داية وصي الرسالة لما بدك لعائلتك للشعب معك ثلاث داية بالكاميرا حبيب قلبي يعني ما بعرف بعائلتي جزء طبعا من هالشعب اللي بحب يقول خاطب الشعب اللبناني بحب يقول له انو نحنا بلبنان مر على هالبلد هدا قرن من هالزمن بتدقها يعني انجز لبنان الكبير مقويته بهالسنة اللي نحنا فيها حلنا بقى نتعذ من تجربنا نحنا بالبداية تأسس لبنان بشكل يمكن يكون عندنا تحفظات كشيعة على نشقة لبنان لانو جزء كبير من الشيعة ما كانوا مع لبنان الكبير كانوا مع سوريا الكبرى يمكن قد يكون هيدا خطأ يعني انا اليوم اذا بدي اجي اقول بشفافيه اليوم رأيي الخاص انا بيعتبر خطأ كان لو كان الشيعة جاب العامل بيتغنوا بمؤتمر واد الاحجار وبالدعوة لسوريا الكبرى وليس للبنان الكبير انا حب اقول انو حلنا بقى كل اللبنانيين يعني شيعة سند روز مسيحيين انو نتعذ من هالتجرب هذه اللي مرينا فيها ما في حدا بيضمن لنحقوقنا غير قيمنا واخلاقنا ومبادئنا وممارستنا مش شوية مواد قانونية بنظام معينة بتعزز وضع طائفي يمكن حقولها هالتلفزيون يمكن مش نلاقيه بس حقولها يعني نحنا كنا نعتبر انو النظام اللبناني هو نظام يعطي حقوق المسيحيين بالدرجة الاولى بس اذا رحنا اليوم دققنا وشفنا تاريخ لبنان هل منشوفه اعطى المسيحيين حقوقهم او هالحافظ على الوجود المسيحي كما كان الوجود المسيحي ما قبل الحرب اللبنانية خليها نحكي بشفافية برأي انا هي ما بدئنا متل ما قلت انا ما بدي النظام يجي يحميلي اه ديني انا بدي النظام يحمي المواطن اللبناني كإنسان كمخلوق ككائن بشري له حقوقه ويجب كل ياتنا نتساوى يمكن البعض انا مثلا حاطي نموذج بيقول لي شيخنا زواج المدني الالزامي مش الاختياري بقول له الاختياري بيضل فيه عدم مساواة بيقول لي كيف بقول له بيضل له المسلم فيه زواج اربعة والمسيحي فيه ياخد وحدة انا بيتمنى انو نضلنا نحن القوانين العام من ما انا نعملها لهالبلد انو يكون فيه مبدأ التساوي متحقق فيها لانو ما فينا نحنا نبني دولة بكل ما للكلمة من معنى بالمنهجية وبذهنيتنا السائدة اليوم برجع بعيد السلاح ما بيحمي حدا السلاح ما عزز وضع حدا السلاح الكلمة هو الاساس السلاح الاخلاق والقيام هو الاساس وبتمنى انو كل اياتنا نحن نطلع من انو نحاول منا نبني طالما ناس اجبر ان يبنوا طواقف كانوا عم يدمروا طواقفهم كانوا عم يؤذوا طواقفهم من كل المسلمين ومسيحيين خلينا نشوف يعني خلينا نشوف نستعرض التاريخ بدقة وبموضوعية حنشوف هذا الشيء اللي عم نقوله بتمنى نوصل لمستوى انو نتعامل كاخوة مع بعض انا يمكن حضرة الاساس انت من شوية كنت عم تقلي انو انا انصبت شخصيا وولدت استشرد امامي بصاروخ عظرا بالتعبير من حدا مسيحي عملت عندي ردة فعل ايجابية تجاه الشيء على المسيحي مش سلبية لانو ما اعتبرت هذا المسيحي عدوه شخص هو خاطئ ما في ايجا عب يقول والله المسيحين قتلوا امي لا واحد ما خصوا بالمسيح لانو السيد المسيح عليه السلام ما يدعي الى القتل صحيح صحيح ونفس الشيء يجب ان تكون قيمنا الدينية شيخ محمد شكرا كتير للك ربي باركك وانا وصلت كتير في هذه الحلقة شرف لأيلي واني موسط ونشوفك بنعمة الرب والشرياء الكرام حلقتنا خلصت في هذه الليلة نراكم اسبوع القادم بنعمة الرب بحلقة جديدة من برنامج جمان الى اللقاء